هناك مسألة الضباط أو الضباط الجيش والشرطة الذين لم يتلوثوا بلوثة النظام السابق بعض النخبة يتوجسوا منهم ويخافوا أن يكون رجوحهم يسبب مشكلة أو يقضي على أهداف الثورة هذا التوجس وهذا الخوف من بعض النخبة كيف يدفع وكيف يمنع وهل هذا التوجس الدكتور في محلة رجوع الضباط أغمنا في شريحة لا بأس بها فيها الوطنية ولم تتلوث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإني يحييكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه المسألة تعلق بالضوابط ضوابط الشرعية لتولي الأعمال وتولي المناصب ورجال الشرطة ورجال الجيش ورجال الأمن بصفة عامة سواء كما يسمى الأمن الداخلي أو الأمن الخارجي والفروع الكثير للأمن التي لا أولها ولا آخر حولي جميعا كلهم أبناء الوطن وليبيون وقد وضع الضوابط شرعية وقانونية لمن هو من الذين يحسبون على النظام السابق ويجب أن لا تسعد إليهم مسؤوليات ومن هم على خلاف ذلك فمن كان من هؤلاء لم يتورط في قتل ولم يتورط في سلب أموال وسرقات وما إلى ذلك ولم يتورط في ملاحقة الأبنية ومدهمتهم واعتقالاتهم والتحريض على القتل والكذب والنفاق والدعوة إلى الظلم وإلى النظايات الفاسدة التي انتهينا منها من لم يكن واحد من هذه الشرائح الثلاثة فهذا ينبغي أن يعامل كسائر الناس وإذا كان عنده خبرة لا بد أن نستفيد من خبراته ولا يجوز إقصائه شرع الحرام أن نظم الناس بعنوان عام لأن هذا كان مثلا يشتغل في اللجان التورية لأن هذا كان يشتغل في الشرطة لأن هذا كان يشتغل في الأمن الداخلي لا يجوز أن نضع قاعدة عامة هكذا كل من كان يشتغل في هذا المرفق يجب أن يقصى ويجب أن يتوجس منه ويجب أن يتخذ ضد إجراء وخصوص لجان الأمن بالذات الأمن في البلد لا يستتب إلا إذا نحن استعننا برجال الأمن الشرفاء الأوفياء وكثير منهم كانوا في عهد النظام السابق كانوا على صلة بالتوار وكانوا أعداء للنظام وكانوا يعملون جهدهم بأن يحولوا بين الفساد وبين الناس هؤلاء لابد أن نستفيد منهم لأن الشخص الذي هو صاحب مهنة وصاحب خبرة ومضى صين طويلة في حق المال حقول في الأمن وفي كذا وفي غيره هذا أقدر من غيره على أن يضع الأمور في نصابها أما أن تأتي بإنسان جديد في بيدانه فإنه يحتاج منك إلى سنين حتى يستفيد ويستطيع أن يؤدي عمله بإتقان أن تأمن للجانب الذي أنت وضعته فيه أن تأمن أنه يؤدي عمله على وجه صحيح لأن رجل الأمني يعتبر هذا مجالة يعني أكثر من 20-25 سنة هذا مجالة تخصى يتقن فيه نعم ثم تجيب واحد تبدأ معه من السفر نعم وبعدين عندهم من ما يسمى الحس الأمني لما تصعد فيك أي مشكلة يعني أمنية والأمل له يعني خباياه وزواياه واحتمالاته الكثيرة عندما تلقي المشكلة إلى شخص هو جديد قد يظهر يظهر من بادي الأمر الأمر يعني بهذه الصورة هين أو لا بأس به أو لا ترتب عليه محادير وعندما تلقي الرجل المتخصص الخبير يعرف الأبعاد الذي يمكن أن يصي إليه هذا الأمر ويمكن يضع لها العلاج المناسب في الوقت المناسب فأولا إذا يجوزوا أن نخسرهم وإلى حد آل نحن خسرنا منهم أعداد كبيرة بسبب سوء معاملتنا لهم الثوار للأسف يعني ليسوا كلهم في مستوى المسؤولية بعضهم كلما يلاقي إنسان وخصوص إذا كان لابس الزي العسكري وعليه عنده رتبة عقيد ولا مقدم ولا كذا في الشرطة وإلا في البحرية وإلا في الدفاع الجوي وكذا يتوجس منه وبعض الناس أودوا حتى في نقاط التفتيش يقول له أنت أنت عقيد ودعمه على حد السابق يعني أنت كأنك أنت عميل كأنك كدو يؤديه حاسب على القذافي مش حاسب على الوطن حاسب على القذافي ولم يحسب على الوطن إن هذا حرام جرم لا يجوز للإنسان أن ينتهي كحرمة إنسان ولا يؤديه ولا يكلم ما إلا ذا كان عنده عليه أدلة يالله عز وجل يعامل الناس كل واحد يعامله بعمله ما في حد يؤخذ بجره تأحد لا يؤخذ جار بجرم جاره ولا أحد باسم قبيلتي ولا أحد باسم المهنة التي ينتمي إليها كل نفس بما كسبت رهينة ولا تكسب كل نفس إلا عليها فلابد أن نحسن معاملة هؤلاء الناس وكثير منهم الآن ما يزال لم يرتحق بعمله بعضهم ربما يعني داس على نفسه ويحتمل الإهنات ربما وكذا وقدم مصلحة الوطن لكن كثير من الناس نفسهم عزيزة إذا هم لم يطلبوا ولم يدعوا ولم يقدروا لأن هذا واجب أن ننزل الناس ما نزلهم من كان له قدر من كان له شرف من كان له حرمة من كان له خبرة ومن كان له أمانة وصاحة الديانة لابد أن نضعه في موضعه والأمل لا يستقر إلا برجوع رجول الأمن الأكفاء الخبراء وكل الناس الآن في عهد حرية كما يشيع الناس هكذا ولا يحتاجون إلى هذه الخبرات هذا كلام هو خطأ لابد الحرية من ضوابط لابد لنا من ناس يعني من استخبارات لابد من استخبارات قوية لكن نريد أن نغير الصورة الناس اللي كانت استخبارات مبنية على المعاصي وعلى عدم الديانة والعدم المرؤة والاعتقالات العشوائية والمداهمات هذه ننتهي منها لكن نضع ناس استخبارات أصحاب ديانة وأصحاب أمانة يضعون العدل والحق في نصابه